مرحبا مواليد برش الميزان معكم كارمي شماس كيف بدي يكون الأسبوع من الثانين ثلاثين نوفمبر حتى الأحد ستة ديسمبر شوفوا عنا بهيدا الأسبوع عم نودع شهر نوفمبر وعم نبدأ فيه شهر ديسمبر قبل ما أبدأ لازم أذكركم أنه الأبراج لشهر ديسمبر صارت موجودة برش الميزان كيف بدي يكون شهر ديسمبر بنسبة لألك تقدروا تلاقوا الفيديو بالوصف بهذا الفيديو بتلاقوا أو بتلاقوا بالليستة لأحد الفيديو شهر كتير حلو لألكون إذن شو في عنا بهذا الأسبوع الحدث الأهم هو أنه في عنا أمر مكتمل في برش الشوساء يوم الثانين يعني منودع شهر نوفمبر مع أمر مكتمل في برش الشوساء كيف بدي يكون الأسبوع؟ بشكل عام أسبوع كتير حلو أسبوع جميل جدا 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 فهي أوحى لكم الثانين والثالثة الأمر موجود برش الشوساء في عنا أمر مكتمل ببرش صديق لألكون عم بيضوي على مهارة عنكن إيها على رغبة عنكن إيها لحتى تبدأوا صفحة مختلفة كليا كأنه عنكن جرأة كأنه عنكن جرأة لا تحكوا شيء عنكن الجرأة لا تقولوا شيء عنكن جرأة لحتى تدقوا باب فرصة جديدة بتدروا أنتوا متماكنين مننا أنتوا قادرين هالأمر المكتمل ولنه في خسوف بيكملها معكن بيكملها معكن يعني بيعطيكن يعني بعزز عنكن قدراتكن يعني بيحييكن وبيقلكون كملوا كملوا يعني يلي ما بيمشي يلي ما بيتحرك يلي ما طالع عباله يحط أي مجهود معقول كتير ينتم بعدين ويقول يا ريت تحركت بهاليومين لأنه اليومين كتير حلوين وبتقدروا بالأيام بتقدروا بفيديو شهر ديسمبر تشوفوا أنه هدول اليومين هنا من الأيام الحلوين إذن التنين والتلاتة يومين مرائعين لأيكم للأيام الأكثر حظا في هذا الأسبوع ويومين بيعطيكن بيعطوكن نجاح تقريبا في كون 95 عالمية شي كتير مهم الأربع الخميس والجمعة تحديدا حتى ساعة ثلاثة بعد الظهر توقيت بيروت منتصف الليل توقيت سدني الأمر بينتقل لبرش السرطان الأمر بينتقل لبرش السرطان يعني الأربعة تحديدا من الساعة خمسة ونص فجرا توقيت بيروت الأمر بيكون ببرش السرطان توقيت سدني الأربعة ساعة ثلاثة ونص الظهر فترة وجود الأمر في برش السرطان هي اللي بتحمل لمواليد برش الميزان شوية أهمية بتحسوا أنه واو في شي مهم اليوم بدنا نلبس تيابنا كل تيابنا بدنا نصبت حالنا بدنا نكون جاهزين بدنا نتأكد أن أغراضنا موجودة وراءنا شغلنا الدوسية الملف كله بدي يكون صابت بيكون تتأكدوا من كل هذه التفاصيل لأنها فترة مهمة وكأنه عنكم مقابلة كتير مهمة وكأنه عنكم الزيارة كتير مهمة وكأنه في عنكم نوع من ضرورة أن يكون عنكم أداء ممتاز مش عادي ممتاز أنا نصيحتي لألكم عملوا حطوا أكتر مجهود بتقدروا لأنه نجاحكم مدوبي مدوبي بعض مواليد برش الميزان يمكن نشعروا بشوية تعب خلال هذه الفترة وهذا الشي طبيعي الجمعة الساعة ثلاثة بعد ظهر توقيت بيروت بينتقل الأمر لبرش الأسد بيوصل لبرش الأسد وهو صديق لألكم وبيبقى برش الأسد حتى الأحد الساعة 10 إلى 10 المساء توقيت بيروت فترة رائعة جدا 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 يلا عم يتابعني من سيدني هيدا الأمر بيضلوا برش الأسد حتى الثانين الساعة 7 إلى 10 صباحا فترة وجود الأمر برش الأسد هي فترة بتعطيكم الكثير من الشعبية بتعطيكم الكثير من الطلات الحلوة وبتعطيكم الكثير من المعنى المفيد والرائع لألكم أنتم الأقوى الشعبويا واجتماعيا وحتى مهنيا مسائبة عطلة أسبوع لكن أنتم شاطرين وأدى وأدود تنجحوا طلتكم حلوة ساحرة جذابة عملكم جذابة الناس من حولكم بتحبكم كتير أنا بعتبرها فترة كتير حلوة لحتى يكون فيه اختلاط بقدر المستطاع بهالأيام اللي فيها هالفايروس اختلاط حلو مصالحات وتسويات حتى ولو سكايب حتى ولو يمكن على تليفون أو واتساب فترة رائعة أسبوع كتير حلو من أوله لآخره المواليد اللي بعتبر أنه كوكب المريخ معقولي شوي يكون عم بيزكزكة عم بيضيقة أو عم بيكتر لشويها الطاقة اللي عند إياها وبتخليها تكون شوي من دفعة زيادة عن لسوم عشرة لأتناش أكتوبر فكونوا حاضرين بديتمنى لكم أسبوع حلو عمل لقاء طبعا من الأبراج الشهرية ما تنسوا تشوفوا الفيديو والأبراج اليومية باي باي